وطن منحازون للحقيقة وطن منحازيات رسمية سياسية واقتصادية احتفلت الاتصالات الفلسطينية بافتتاح مركز البيانات الأحدث في المنطقة والاستثمار الأكبر في البنية التحتية مركز سيحدث برأي رئيس الوزراء نقلة نوعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وما نراه اليوم هنا هو نقل نوعي نقل نوعي تأخذ فلسطين من البطيء الى السريع وتأخذ فلسطين الى العالم المتقدم وتأخذنا الى عالم التكنولوجيا وهذا هو صرح مثل كل الاستثمارات في التكنولوجيا اللي بدها تنقل فلسطين الى عالم اخر وصلت بانتل العمل على دوسعة شبكتها وتطميرها مركز البيانات الذي يمثل منصة ستسمح للشركات بتخزين بياناتها على خوادم تحافظ على سرية وامان تلك البيانات وتمكنهم من الوصول اليها في اي وقت من خلال توفير دعم فني على مدار الساعة طوال ايام الاسبوع فان انشاء المركز يأتي ايضا وفق سياسة بالتل التي تسعى من خلالها لاثراء تجربة عملائها في مختلف القطاعات من خلال تقديم خدمات متنوعة تشمل حلول الاستضافة المدارة التي تمنح الشركات حرية الاختيار سواء كانت الاستضافة للمواقع الالكترونية او التطبيقات او المنصات الالكترونية نحن في فلسطين نحن اليوم مهلين لاثنظافة حتى خوادم وسيفرات الشركات العالمية اللي زي اي مركز بيانات في العالم السيفرات في العادات الموجودة بتخلي تكلفتها تجربة الابنة الليلانتو حالي 24 مليون دولار من الاستثمار في البنية التحتية لقطاع الاتصالات الفلسطينية مركز بيانات بالتلو التي وصلت تكلفته الى نحو 44 مليون دولار سيقدم الخدمات لمختلف القطاعات كغطاع البنوك والتجارة والقطاع الحكومي كالصحة والتعليم وغيرها لكن الابرز بان المركز سيقوم بتزويد هذه القطاعات بخدمات استضافة الخوادم وادارة حمايتها من الهجوم والاختراقات من قبل فريق متخصص هذا الديتا سنتر هو جزء من شبكة الديتا سنتر انشأنا اول واحد في نابلس مش بالحجم هذا هذا الاكبر في فلسطين هذا الاحدث في المنطقة الشرق الاوسط من ناحية التكنولوجيا المستخدمة فيه فيه عندنا كمان ديتا سنتر موجود في الاردن وديتا سنتر في بريطانيا بحيث ان المعلومات نقدر نخزنها في اكتر من محل لهذه المؤسسات والشركات حتى الحكومة اذا رغبت بانه يكون عندها نسخة عن بياناتها مشفرة طبعا في هذه المنظومة من ديتا سنتر انا بعتقد هذه خطوة ممتازة جدا ومهمة لفلسطين ولتطورها كل الشركات الان وكل التطبيقات اللي موجودة بالعالم بتنقل الخدمات اليوم من المؤسسة للكلاود او للشبكة السحابية واحنا في فلسطين لازم يكون في عندنا نود لهذا الكلاود بالتل في الديتا سنتر بتشكل اول نود حقيقية بتنقل هذه الخدمات نقلة نوعية مهمة جدا يشار الى ان مركز البيانات استغرق انشاءه نحو ثلاث سنوات على مساحة ستة دنومات وتم تصميمه وفق احدث معايير الامان والحماية والموثوقية المتبعة لدى مراكز البيانات العالمية مما يضمن توفر الخدمة دون انقطاع كونه متوافقا مع المقاييس الدولية للاحمال ومقاومة الزلازل كما انه يتسع لاربعمائة خزانة بكل مراحله ليلبي تطلعات قطاع الاعمال المتزايدة لتلفزيون وطن فارس الملكي وطن منحازون للحقيقة